أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن المملكة العربية السعودية قدمت لبلاده مساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار وقال الشاهد على هامش زيارته التي يقوم بها المملكة العربية السعودية إلى جانب التونسي حث الجانب السعودي على الاستثمار في تونس معربا عن أمله في أن تمنح هذه الزيارة دفعا جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين